يا كريمة إيه الإلكلان؟ إلي كان حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص وده اللي لازم نحطه في الاعتبار من هنا وريع بجولك ايه هات من اخر عشان نخلصه عشان ما نقودش نلفه ونظوره على بعض ايه يا حسن في ايه مالك شدة حلك عليك دليل يا معلم ما تهدر شوية نحن نساين طب انا هجيبلك من الاخر يا عادل حلو هات من الاخر البلد هنا معادش فيها مكان ليك وبعدين؟ وانا واخوي خلاص معادش اللي انا خلج نتعامل ما عاصيت تصدق عندك حق فعلا الصغير بيكبر والعيل بيبقى راجل ما هو ده التطور الطبيعي للحياة لا 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 ده كلام يا راجل كلما الدون يا تروج وتحلق ينسوا في جناك بعضينا ايه ده يقول اللي يقوله يا حسن عادل بيه جلجان وفاك ان احنا نجلب عليهم الترابيزة لا يا مرواني بتقولش الكلام ده انا عمرين فكرت بالطريقة دي خالص لان الترابيزة لو اتقلبت هتتقلب عليكنتو الاتنين ولاد عبدالحكيم ليه؟ لان الحفر في بلدكنتو والناس اللي بتحفر رجالتكنتو وشغالين عندكو انا كل اللي بيها في البلد دي ريم اللي انا متجوزها وكلها يوم ولادتنين وهيبقى الله يرحمها اتهب الوجه يا رب كريم يا رب وانت مش هتقدر تعيش من بعديها ما انا عارف انك بتموت فيها فكلها يوم ولادتاني وتحصلها اهو ده تهديد حسن؟ لا ده اللي هيحصل احنا كده مش هنعرفوا نشتغله مع بعدينا ما تهدى عادل برضو مننا وعلينا حلو الكلام ده عجبتني كلمة مننا وعلينا دي قوي صح ايه رعاك يا عمروان؟ نعمل زي ما المثل بيقول اللي انت عايز تشاركه ناسبه على الاقل تقمن شره وسمه وممكن نعمل ده ونبقى نسايب يا ريت والله حلوة قوي ده خلاص نبقى نسايب ويبقى زيتنا في الدقيقنا زي ما بيقولوا فكروا في الحوار ده ايوه هنفكر ان شاء الله ايه ده يا حسن ايه ده ما تجيبي من الاخر وتقولي ان انت جاي هتاخدي طرابوكي تعالي يا اختي تعالي يخديه وخلصيني ايه اللي بتقولي ده يا كريمة؟ بقولك يا لبنة طرق ايه اللي جاة تتكلم علي يا حبيبتي ولسه فيه قضية شغالة روح يشوف البيت سينة دي كذابة وانا متأكدة من اللي بقولهولك بص يا لبنة ماما مستحيل تعمل كده روح يشوف يا حبيبتي سينة اتفقت مع زينات ولا مع عادل ولا مع اي حد من الشغالين مع ابوكي لكن ماما تقتل ابوكي ليه؟ الفايدة من كده كريمة ما تعملش كده لبنة يا بتي ما تفكريش بالشكل ده هتودي نفسك في ضاهية سبيها يا فوزية سبيها قاسف موجينه؟ تعالي تعالي وخلصيني انا سهيقت من كل حاجة من الدنيا كلها تعالي لا انا هاخدروح بانديك عشان تعيش عمرك كل ومتعذبها ايه باني؟ وحبيبتي ايه باني؟ هات اللي عندك يا مروان قول من الآخر أنا هجيب لك من الآخر يا عائد البية تطلع برا البلد بس ما كانش دا اتفاقنا الأمور بتتغير يا راجل والدنيا ما بتمشيش على قطيرة واحدة وانت سيد العرفين وان قلت لأ والله انت حر أنا ما قدرش أقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه بس اللي أنا عايزه منك دلوك إنك تاخد بالك من نفسك هبابة دا انت كمان بتهددني أنا ما قدرش لا سمح الله أنا خايف عليك انت فوق دماغي لا مروان ما تخافش علي وأنا مش هخرج من البلد دي إلا بمزاجي لما يهفني الشوق يعني هو أنا قلت لك اطلع منها غزبا عنك أنا بقول لك اطلع منها بعد ما تفكر وتحسيبها هتلاقي نفسك لما تطلع منها أحسن ما تهوض فيها وبعدين يا راجل البلد دي مش أحسن من غيرها انت طول عمرك عايش في بلاد برا هقول لك سافر فرنسا أو إيطاليا سيبك من ده كله إيه رائك تسافر الصين هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاأنت بتعرف تغذر مروان هوب ما شاء الله هاهاها أبدا والله أنا مش هايفة الجليل لا أنا مش قليل يا مروان وإنت عارف كويس أوي إن أنا مش قليل وأعارف عادل هيعمل إيه وبيعمل إيه كويس هقولك هلحك هويسة جداً انا مش همشي من البلد دي لان انا همسك البلد دي بايب من حديد والناس اللي انت متخيل ان انت متحامي فيهم بالنسبة لنا هوى ولا حاجة السلام عم مروان السلام يا عهد البيه والله لو راح الصين هاخد كرونا ونرتاح منه يلا ماما ها؟ انت كويسة حبتي؟ زفت زي الزفت حموت حطاق من جنابي في حاجة تبقى على نفسي مش عارفة تنفس كويس تبتحب يروح مستشفى؟ مستشفى ايه بس؟ مستشفى ايه يا بنتي؟ انا علاجة مش في المستشفى طيب زي قوليلي يا اختي البيت اللي فوق دي عاملة ايه؟ زي الجرد ما فيهاش حاجة طيب الحمد لله انا جفلت عليها القوضة بس ايه عاملة زي الطر الهاج اللي هتشوفه قدامها هتاكله بسنانها ما قولك ايه؟ اتلاحي ماشي ياها اسيبها ده ايه؟ لا انا هتكلم مروان حاجة خاطري يا اختي اتلاحي افتح عليها خليها تمشي مش لها؟ نعم يا حمد انا هسلم نفسي ايه اللي بتقولي ده؟ اهو دايب انت الحل الوحيد اشان اخلصكم المشاكل دي كلها واخلص انا كمان لازم اسلم نفسي مش هيحصل يا ماما انا كل اللي يهمني انك ما تهدريش الجلسة وده انا هزبطه بنفسي ما تقلقيش مش في مكان ممكن ماما توعد فيه محدش يقدر يوصل له؟ طبعا فيه يا ابنت اسمعي كلامي متنشفيش ريقي وده قرار انا اخدته ولازم اسلم نفسي انا خلاص بتطمين عليكم بتطمين عليكم بتطمين عليكم بتطمين عليكم بتطمين على رتال مح محاسن اه ومتطمين انا مروان حنين وبيعمل زينا بكواس ومتنشفيش ريقي بقى هسلم نفسي يعني هسلم نفسي ماما مش هسيبك طول ما انا عايشة مش هتتسجني الستان راضية اللي مزعها لك انا راضية انا تعبانا انا تعبانا اسماعيلي اسماعيلي عشان خطري انا هروح لمروان ومتأكدا ان هلاقي عنده مكان تقدري تعودي فيه محدش يوصلك اسماعي منه انا اكوني من هنا والله يا عزيب دلتا وعزيبك يا كريم انتي ومناتك اشتركوا في القناة